السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الجمعة 29 آذار مارس وبما انه توقعاتنا اليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر موجود في برج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة 7 و 51 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الجمعة وبعدها بدو ينتقلها برج القوس ورح يظل في برج القوس لصباح يوم الاثنين القمر الآن موجود في منزلة القلب وهي منزلة تعتبر للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 3 و 16 دقيقة من فجر اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشوالة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب طبعا القمر بما انه ما زال موجود في برج العقرب معناته برضو منضل في وقت ما بنعرف في الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يعني يا بنحب يا بنكره يا بنبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهم جدا في حياتنا برضو في هاي الفترة ما بنتحكم أو ما بنعرف نتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة لأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو من ضغط عاطفي فيمكن أن ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكننا الاهتمام فيما يتعلق بشركات التامين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار مهم مثل استئجار أو شراء منزل طبعا هذا الأمر مستمر لغاية ساعة سبعة وواحد وخمسين دقيقة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت جرينج بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية فلكية رح نتكلم عنها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة واحدة وخمسة واربعين دقيقة فجرا بتوقيت جرينج بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فهي يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر وعندين غاربين الأطوار وهذا شيء ممكن يعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف وبيدفعنا للعلاقات العابرة وممكن يعرضنا للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة ودقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعال العاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاولنا وبتسمح لنا أن ننعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وتسعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس عليه فن وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة برضو بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية والروحانية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار للقمر خلو المسار رح يبدأ الساعة ثلاثة وتسعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة سبعة واحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج لا يستقر القمر بعدها في برج القوس هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة سبعة واحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج القمر خلاص منتقل وبيستقر في برج القوس عشان هيك من ساعات المساء منشعر بالاركياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بناس أكثر سعادة ومنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية وبيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في نزهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة 11 و22 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفرلها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم إننا نعمل لها عمليات جراحية إلا إذا كانت اضطرارية من الآن وحتى ساعات مساء اليوم الجمعة عنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العانى والجينات أما من ساعات المساء وما بعد بتصير الأعضاء الأكثر حساسية الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القوس معناته خلو المسار القادم بيبدأ تمام الساعة 12 و 15 دقيقة بعد منتصف ليل يوم الأحد على الاثنين يعني أول ربع ساعة من يوم الاثنين بتوقيت جرينيتش وبيستمر خلو المسار لغاية الساعة 4 و 5 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح يوم الاثنين لا يستقر القمر بعدها في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عمر 19 يوم الساعة 8 مساء بتوقيت جرينيتش بصير 20 يوم نسبة الإضاءة 81% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة طبعا سعيد الآن بنسبة 15% ساعة المساء سعيد بنسبة 45% القمر في العقرب ورح ينتقل للقوس زي ما حكينا في ساعة المساء ورح يضل في القوس لغاية يوم 1 أربعة سعيد الآن بنسبة 15% ورح يضل طيلة اليوم بنفس نسبة الساعة دي عطارد في الحمل حتى يوم 1 أربعة سعيد بنسبة 15% الزهرة في الحوت حتى يوم 5 أربعة منتحس بنسبة 40% المريق في الحوت حتى يوم 30 أربعة منتحس بنسبة 25% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثور حتى يوم 1 تسع سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سعيد بنسبة 15% وبلوتو بظل في الدلو طبعاً ليوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بظل في فرصة لتغيير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات خلال هذا اليوم أو تصحيح بعض الأخطاء أهمش أنك تتقبل أراء الآخرين بدون تحفظ ممكن تنشغل بمعاملة أو ملف أو مراجعات أما في ساعات المساء بتنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة أو الحوارات والنقاشات ولكن بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعاً من الآن وحتى ساعات المساء بتظل في نوع من أنواع التوتر لأنها فترة ضغطة بالنسبة لألك والقمر موجود مقابلك تماماً فعشان هيك يعني تعتبر من أكثر أيام الشهر ضغطاً عشان هيك بدك تحاذر من الخصام ما تعادي أحد اتجنب الخلافات كلياً خصمك اليوم أقوى منك فعشان هيك ممكن تنعكس الأمور وتصير أنت الملام أو المدان وطباعك ما رح تكون هادئة أما في ساعات المساء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلته بالأمور الثانوية برج الجوزة بالنسبة لما أوليد برج الجوزة من الآن وحتى ساعات المساء يعني بترتاح لصير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة العمال حاول أنك تراعي ظروفك الصحية وتعيد ترتيب الأوضاع وتحسين الأحوال أما في ساعات المساء وهنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم القمر بصير موجود مقابلكم فالأمور اللي بتتعلق بالشراك المالية والعاطفية هي اللي بتطغى على الساحة أهم شيء تكونوا أكثر التفاهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وما الضخم الأمور برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان طبعا بظل في فرصة من الآن وحتى ساعات المساء لتحقيق إنجاز فضعم خوفك جانبا وما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام وتعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا أما في ساعات المساء انتبهوا لصحتكم أكثر يتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منه برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد من الآن وحتى ساعة المساء لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل مساء العائلية أو شخصية وبتبدو قلق أو ممكن تتذمر لأقل إشارة فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب أما في ساعات المساء بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا من الآن وحتى ساعات المساء بظل في نشاط بالاتصالات والحوارات والتنقلات وبإمكانك أنك تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة تقدر تتعبر عن رأيك وتفاوض بجراءة وبتتميز بسرعة خاطر وقدرة على إيجاد الحلول أما في ساعات المساء بتعيد وتنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرع عطل منزلي أو حدث عائلي بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بظل في نوع من أنواع التحسن على المعنويات والثقة بالنفس من الآن وحتى ساعات المساء بتختفي الهموم وبتطمئن هواجسك بإمكانك توظف أموالك بشكل حليم وحكيم وممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة أما في ساعات المساء بتنشطوا بالسفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات وحاول أنك تخلي كلامك واضح وما تدخل بأي انتقادات لأي أشخاص بالنسبة لموليد برج العقرب من الآن وحتى ساعات المساء بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة تتلقى إشارة أو خبر وبتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات تتلقى مفاجآت سارة وربما تفرح لحدث كبير هذه فترة تعتبر ممتازة جدا لغاية ساعات المساء أما في ساعات المساء بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس من الآن وحتى ساعات المساء بتعدوا عن المغامرات والرهان عن الحظ ممكن تعانوا من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهمش إنك ما تجازف بسلامتك لأنها فترة فارغة من الحضوض لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب وكل ما اقتربنا لساعات المساء ما تشعرون به من تعب وتراجع في الصحة بيزول تدريجيا أما من ساعات المساء هنا بتمتلقوا نشاط وحيوية وممكن تغنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي من الآن وحتى ساعات المساء فترة ممتازة للتحالف للتعاون للمشاركة الفعلية اقتنس الوقت المناسب لإعلان رأيك وللحصول على موقع معين وتفاعل مع المسؤولين بمرونة أما في ساعات المساء بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم يعني بالانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر بده يصير موجود في بيت متاعبكم فما توقعوا على عقد وما تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو من الآن وحتى ساعات المساء بتكون حافظوا على هدوكم حاولوا أنكم ما تعملوا أي مشاكل خلال هذا اليوم لأنه شوي المرحلة هاي صعبة شوي وهي فترة مهمة بتمتحنك فما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء أما من ساعات المساء فبدك تحافظ على رصانتك وتتمسك بمسؤوليتك بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أو يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت من الآن وحتى ساعات المساء بتستعيدوا حماستكم وبتنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة مرضو بتتلقى إشارة أو خبر سار وتعتبر هاي الفترة مميزة ونشطة جدا وبتشكل لك محطة للانطلاق بورش جديدة أما في ساعات المساء بتكوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وتعتبر فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أن تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر